محاولة الخلافة العثمانية افشال الحملة الفرنسية على الجزار بإرسال السفير طهر باشا إلى مدينة الجزار الحلطة السابعة عشر من سلسلة موقف الدولة العثمانية من الاحتلال الفرنسي للجزار السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر فيديو سأتي المصدر ومرجع المعلومة محاولة الخلافة العثمانية إفشار الحملة الفرنسية للجزائر إفادة سافية طاهر باشا إلى مدينة الجزائر كان إرسال طاهر باشا إلى مدينة الجزائر في الورطة الذي رفضت فيه الباب العالي منح فالآمان سلطاني أذن لباشا مصر القيام بحملة ضد الجزائر وقت كان الإقتراح العثماني يرضي باختيار مبعوثين أحدهما عثماني والآخر فرنسي وإرسالهما إلى الجزائر لإيجاد حل الأزمة الفرنسية الجزائرية لكن فرنسا رفضت على لسان سفيرها الذي اعتذر عن عدم تمتم بليده من إرسال مبعوث فرنسي وعن أسباب هذا الرفض يقول جونسار أن هذا التعيين من شانه أن يضع عداء الجزائر في نفس مستوى مولود غوروبا وهذا ما يتعرض وترامة فرنسا ونقول لجونسار لماذا لا تتعرض ترامة عند طلبها من الجزائر تزويدها بالطمح حينما كان الفرنسيون جيا ولماذا لم تتعرض ترامة فرنسية عندما عرض لويسا الرابع عشر على داي الجزائر رد الأسطول الجزائري مطابل منح الجزائر الميناء الذي تختاره في فرنسا براست الشهير رغم هذا يؤكد جونسار أن الباب العالي كان مصررا على هذا التعيين وظل ينتظر أن تغير فرنسا موقفها وعندما تأكد الباب العالي أنه لا ينبغي الاعتماد على فرنسا في مسألة تعيين مفوض فرنسا يرافق طهر باشا بدأ الأبراطيف أفندي أن يتخلى عن خطته لإفاد هذا الآخر إلى مدينة الجزائر لكن السيرو بيرد دوردان تلقى تعليمات من حكومته تطلب إقناع الباب العالي بضرورة إرسال طهر باشا يتضح لنا من خلال هذا الطرح أن إندليترا كانت وراء إفاد طهر باشا وهو ما تنفيه المراجع المطلع عليها حيث تخبرنا بأن إندليترا سرعت فقط من إرساله خاصة أن التأخير كان بسبب انتظار مفوض الفرنسي الذي رفضت فرنسا تعينه حسب جون صرف أن الإعلان عن صفر طهر باشا تم في أواخر شهر فيبري رغم أن مترجم الصفار الفرنسية علم الباب العالي في 16 مارس 1830 ميلادي أن حكومة بلاده قررت إرسال جيش إلى الجزائر لأنها عربت عن أمالها في أن يحل طهر باشا الخلاف بين الداي وفرنسا مطمئنة إياها الناس ستسكت عن القضية الجزائرية لحين مرود رسالة من الباشا وفي 16 أفريل 1830 ميلادي كانت البارجة الحربية ناسيم ضافت رد أطلعت من إسطنبول في طريقها إلى الجزائر وعلى متنها المبعوث العثماني يرافقه تاتبيه الخاص ومترجمه كان طهر باشا محملا برسالة من السفير الفرنسي بإسطنبول إلى طايد الحصار الفرنسي بالجزائر كما كان مزودا بفالامان سلطاني موجه لدى الجزائر دفتر مهمات الديوان الهمايوني رقم 246 صفحة 128 كان الفالامان ممهورا بالخط الهمايوني واجتملت تعليمات السلطان العثماني لمبعوثه على خمسة بنود تزعم بعض المراجع الأجنبية أن طهر باشا كان يحمل تعليمات سرية ترضي بعزل أو اعدام الدي حسين إذا تطلب الأمر لكن المصادر العربية والتوطية كلها لا ترى لمثل هذه الادعاءات أساس من الصحة تؤتد الرواية الفرنسية التي أريخت لمهمتي أنه وصل يوم ثمانية ماي لميناء حلق الوادي لكنه بقي في الميناء وهنا ترسل له بيتونس الهدايا خلال طعمته بيتونس سعى البايف عقلته عن الاتصال بالجزائر ونصحه بعدم الإقدام على النزول بأرض الجزائر لما يرثر فيها من أوبيا وتانى بمرتدى نصوص قانون الوقاية العام يمنع السماح لأي أحد بالتجوال والسياحة في أرض مبوعة تم هذا الأنبيزا من فرنسا لأنها رات في التقاط أهرباشا بداية الجزائر فشلا لمشروعها فأنذرت بيتونس بضرب حصار على ممتلتاته إنه سمح له بتخطي الحدود التونسية للجزائر وطلبت منه مراوغته وصرف نظري عن الجزائر في أسعف ألباي وبقي مبعوث الباب العالي في تونس وهنا تطلب طهرباشا مطابلة السفير الفرنسي الذي كان مريضا فأرسل ابنه فردينون وأوصى باتخاذ أرسى احتياطاته وخلال هذه المطابلة طرح مبعوث إسطنبول على نائب السفير هذه الأسئلة ما اسم طايد الحملة؟ هل بالفعل قررت فرنسا إرسال حملة إلى مدينة الجزائر؟ هل فرنسا على علم بمهمته؟ كما تسأل أيضا عما إذا كانت دائرة قامة بأعمال عدائية ضد فرنسا منذ نشوب الخلاف معه فتم إبلغه عن رضية طوارب الدورة بيري بالإضافة إلى تفجير لابروفانس هذا وتسأل أيضا عن نوع القوات التي سترسلها فرنسا إلى مدينة الجزائر في 21 ماي 1830 ميلادي أصبح طهر باشا على مشارف مدينة الجزائر التي طايد الحصار رفض السماح له بدخولها لأن الحملة كانت على وشط المغادرة وبالتالي رات الحكومة الفرنسية ضرورة منعي حتى لا تصل الأخبار إلى الخارج فطام طايد الحملة بنقله إلى ميناء طولون وفي طريقه التقى بالحملة يوم 26 ماي 1830 ميلادي رغم ذلك لم يأس من محاولة تحقيق السلام فبمجرد وصوله إلى ميناء طولون تتبى رسالة لبولينيار أنه مبعوث من قبل الباب العالي للتوفيق بين الجزائر وفرنسا وأنه جاء إلى طولون بعد أن منع من دخول الجزائر لإجراء مفاوضات مباشرة مع فرنسا فجاء جواب بولينيار في شرق باقي أرسالها لحاتم البحرية بطولون طالبا منه توضيح ماذا كانت لديه صلاحيات رسمية ليعالج مع فرنسا جميع المسائل المتعلقة بمدينة الجزائر فأجابه مبعوث إسطنبول أنه يعلم مسبقا أسباب مهمته والتعليمات الموجهة له وفي يوم تسعة جوان قام لبولينيار بترديم مبادرات جديدة موشيئا أن الحكومة الفرنسية اضطرت لإرسال حملة إلى الجزائر لأن الباب العالي لم يتمتر من الغام الداء على الاعتذار لفرنسا وهذا بقي لبولينيار يراوغ طاهر باشا من خلال باقيات والرسالة المتبادلة طوال فترة إقامته في ميناء طولون إلى نييسا هذا الآخر وغدا الميناء بعد مرور أشهر على تحرر طاهر باشا إلى الجزائر طررت أرتان الدولة بناء على رغبة السلطان توجيه رسالة إلى طاهر باشا عن طريق الصفارة الفرنسية لكن في هذه الأثناء وصلت الإسالة عن طائق أزمير وفيها يؤتد طاهر باشا للسلطان أن طائد الحصار الفرنسي منعه من دخول مدينة الجزائر وأنه اضطر إلى الذهاب إلى مدينة طولون للإقامة فيها وعند ارترابه من هذه المدينة شاهد أستور فرنسا محملا بالعساتر والضخيرة الحربية متجهة إلى الجزائر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد شكرا